السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى تكونوا باخر وعلى خير احوالكم طيبة كيف العادة رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله غدي نحضروا بسبوسات صغار في الفران بالليمون وتفاح كي يجيوا يا سلام في الماداق رائعين كيف كنعرفوا الماداق دي الليمون مع تفاح كيتوتا والساف تبعوا معي الطريقة غدي جيكم بسيطة وسهلة اي واحد يقدر يصيبو حتى المكونات غدي نكونوا ان شاء الله في المتناول عندي هنا يا واحد البيضة بيضة عادية يا صغيرة يا كبيرة في حال في حال بيضة كتكون بدرجة حرارة المطبخ هذي اساسية ضروري كنديرو البيض بدرجة حرارة المطبخ عفوان هنا طحت لي هاد القشرة هذي ما شفتهاش غدي نضيف واحد نصف كاس دي الساني ده نصف كاس فقط بالنسبة لهذا المقادر اللي غدي نعطيكم غدي نخرجو لنا 12 حبة غدي نخلط البيضة مع السكار مزيان حتى يدوب لنا السكار ضروري كندير كل مكونات على حيضة بالنسبة لهذا الحويجات ترى كي بنو بصعب يعني كي جوك باديهين انك تبقي ضيفة كل مكونات بوحده تخلطي ولكن راه هاد طرق هادو هم اللي كي يخليو الوصفة تنجح معاك وما تخسرش لان كل حاجة كتتاخد بلاستا غدي نضيف واحد القبيصة ديال الملحة لتوازن الضوك ونخلط نستمر على التخليط المستمر من بعد غدي نضيف نصف كاس ديال الزيت ونبقاك نخلط باش يتجانس لي مع المكونات اللي قبل انا هنا استعملت غير الخلط اليدوي تقدروا تستعملوا الخلط الكهربائي على حسب اللي بغيتو بره وراء الخلط اليدوي راه كافي غير خلطهم زيان ما تخليوش السكر هاكك ما دايبش ضروري تخلطهم زيان المكونات مع بعدياتهم هنا غدي نضيف واحد الكاس معامرش كاس اللارب ديال عصر الليمون وهذا الليمون اللي عصرت خطيت القشرة ديالو حتى هي حكيتها وضفتها كتعدى واحد لما داق غزال في البسبوسة كنبقا مستامرة كنخلط مزيان المكونات اي مكوين ضفتو كنخلطو مزيان مع المكونات اللي قبل منو باش كيتجانسو مزيان وكل حاجة كتدخل في بعضها غدي نضيف نص كاس ديال لما دائما العبارة يكون بنفس الكاس انا هنا را عبرت بنفس الكاس الكاس ديال العنبة بزاف ديال الاخوات ما كيكونش عندهم الميزان وانا واحدة منهم بصراحة ما عنديش الميزان ذاك شي علاش كنعطاكم العبار بكاس العنبة اضفت واحد الكاس ديال سميدة رقيقة سميدة الخاصة بالحرشة كيس ديال خاميرات الحلويات ضروري تغربلوها دايما كنقولها لكم فقع لوصفاتي كنتو كتبعوني كنقول لكم ضروري من تغربلوه النواشيف هنا ضفت كاس ديال العنبة عامر ديال سميدة رقيقة مع كيس ديال خاميرات الحلوة وهنا زدت الكاس التاني ديال العنبة عامر حتى هو مزيان ديال سميدة رقيقة يعني هنا في المجموع ولو عندي جوج كيسين كان بقى نضيف بشوية بشوية هنا ضفت نصف كاس ديال العنبة دائما نفس الكاس كان عبرو بيه نصف كاس ديال سميدة رقيقة دابا ولا سعندي المجموع ولا عندي جوج كؤوس ونصف سميدة رقيقة سميدة الخاصة بالحرشة هدا هو القياس اللي غادي تاخد لنا هدا البسبوسة هادي اخر حاجة كنضيفها هي الخل معلقة ديال الخل بالنسبة للخل سميدة رقيقة كيخلي للكيك ولا البسبوسة ولا اي حاجة كيجي مهوية من الداخل وكتشيه شيشة كيعطي واحد لها شاشة سوفي غادي نخلي هاد الخالي كيرتاح لي واحد الخمسة ديال الدقيق كناصيحة لكنتو غادي تصيبوا البسبوسة ولا الحرشة ما تبقوش تخلطوا هدا الساعة و تطيبوا هدا الساعة ضروري يخلي واحد الخمسة ديال الدقيق لانا سميدة اللي كانت كتشرب بزيف غادي تنشف بزيف كيف كتشوفو هنا انا خليت ارتاحة واحد الخمسة ديال الدقيق باش نعرف وش خاسني نزيد شوية ديال الماء او لا هنا صافي انا راجاني القاوام مزيان اي لا شفتوها نشفات لكم بزيف على هاد القاوام اللي كتشوفو في الصورة زيدو شوية ديال الماء باش تطلق لانا كين سميدة اللي كتشرب بزيف غادي ناخد هاد المولات هادو هاد المولات الصغار نذهنهم بشوية ديال الزبدة او الزيت وشوية ديال سميدة رقيقة وخديد تفح قطعتو شرائح ارقاق غادي نزيين بيه من الفوق كيجي واحد المنظر ديالو زوين في هاد البسبوسة هادو بالنسبة لهاد المولات هادو ديرو فيهم جوج معالق كبار عامرين ما تفوتوهم مش اي لا عمرتو هاد الا عمرتوها بزيف را غادي تفايدلكم وما غاديش تجيم زيانة في شكل ديالها انا هنا حيتش المعلقة عندي صغيرة غادي نباليكم كم دير جوج او نص حيتش عندي انا المعلقة صغيرة الا كانت عندكم حتنتو ما المعلقة صغيرة ديرو في حالي هدا هو الشكل اللي كيجي عند البسبوسة والبسبوسة راه فيها فيها الخميرة را ضروري غادي تنفخ لنا وغادي يجي العبار هو هادك صافي غادي نستمر على هاد طريقة حتى كنكمل الخالد كامل بالنسبة لهاد القياس ديال هاد المكونات اللي اعطيتكم غادي يعطيكم 12 حبة من هاد المولات الصغار هادو 12 حبة اي لا كنتو باغين كميه اللي كتيره ضوب له المقادر غادي نبقا كنعمر هاد المولات هادو ومن بعد غادي غادي ندخلهم الفران اللي كيكون سخون من قبل يكون سخون على درجة حرارة متوسطة ما تكونش عالية بزيف لان هاد المولات هادو راه دغية كيطيبو ما كيتعطلوش كيكون الحجم ديال بسبوسة رقيق ما كيتعطلش في الطياب انا هنا شعلت الفران في هاد الاثناء هادي اللي كنحضر فيها شعلت الفران على عافية متوسطة ملفوق ومن التحت وخليتو كيسخن مني غادي نبغي ندخل الطاوة ديالي ضروري غادي نطفيه ملفوق ونخليه مشعول غير من التحت كيف كتشوفو انا هنا صافرا دخلت هالفران طفيتو ملفوق خليتو مشعول غير من التحت غادي نخليه واحد الخمسة ديالتقيق ومن بعد نشعله ملفوق ونخليها كالطيبلية كاملة هنا صافي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هاتشكل كتجي يا سلام كتجي رائعة انا هنا وريتكم الطريقة كيف اشتحيدوها من هاد المولات هادو غير ضربوها مع سطح العمل غادي نتحيدو لكم بسهولة باش ما يتخسروش لكم في الحجم ديالهم هما راح ما كيلسقوش غير كيكونوا ضروري شادي البلاصة في المول ضروري كتضربها مع سطح العمل باش تتحيد لكم مقادة بها الطريقة هادي مهم غادي نستمر على هاتطريقة حتى كنحيد كل شي وغادي ندهنهم بالعسل اللي ملفوق انا دهنتهم وهم مسخان ما حتجيتش نسخن العسل إلا كانوا هما بردوا سخنوا العسل عد هناهم ملفوق باش كيعطيهم واحد لمعة إلا ما كانش عندكم العسل ديروا الناباج ما كانش عندكم الناباج صيبوا استيرو ديال السكر راه نفس النتيجة كان هادا هو الشكل النهائي ديال البسبوسة كتجي خفيفة والديدة كيجي فيها واحد لمعضاق ما بين تفاح والليمون كيجي غزال بزاف غير جربوها ما كتاخدش الوقت بزاف انا تقريبا خدات لي خمسطاشر دقيقة في الفران كانت واجدة ما تخلي واش كتر من خمسطاشر دقيقة غادي تنشف كناك نعرفو ان السميدة كتبقى كتشرب غادي تنشف وغادي تجيقاسها ما تجيش مزيانة في الماكلة كان هادا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى نكون خفيفة على قلبكم ونتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجباتكم الوصفة خليولي في التعالي قديالكم وشكرا بزاف على المتابعة شكرا بزاف على المتابعة